هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 93 رقم الحديث 101 أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث بسنده عن ثابت ابن أبي صفية عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه موطن الحاجة هنا السجاد يقول وإن للعباس إنه أبو الفضل إنه الساقي إنه قمر الحسين في كربلاء هذا هو العباس الذي يتحدث عنه السجاد هنا وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة ليس الحديث عن الذين قتلوا في المعارك هؤلاء لهم منزلتهم الحديث عن أصحاب مرتبة الشهادة على الخلائق يوم القيامة الذين يتحدث القرآن عنهم دائما القرآن حين يورد هذا العنوان الشهداء لا يتحدث عن الذين قتلوا في المعارك وإن كان لهؤلاء من المنزلة الرفيعة بالضبط مثل ما مرت علينا الرواية يوم أمس في أن الحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء هؤلاء هم الشهداء من كان في هذا المقام الشهداء هؤلاء قد يكونون قد قتلوا في المعارك وقد لا يكونون الحمزة قتل وجعفر قتل ولكن هناك من الشهداء من لم يقتل في المعارك الشهداء منزلة لا ترتبط بمسألة القتل في الجهاد من أنهم قتلوا واستشهدوا الشهداء منزلة مثل ما هناك المرسلون هناك الأنبياء هناك الصديقون هناك الشهداء هناك الصالحون هناك المقربون الشهداء منزلة من منازل أولياء الله هم الشهداء على الخلائق وإن للعباس إنه القمر وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة الحمزة من الشهداء أو لا جعفر من الشهداء أو لا و هذا العنوان الشهداء ينطبق على حمزة وعلى جعفر حديثنا عن الحمزة إنه في يوم القيامة يغبط العباس هذا كلام السجاد ما هو كلامي فأين نضع العباس حينئذ في أي منزلة نحن ما تحدثنا بشكل مفصل عن منزلة الحمزة عم رسول الله هذا المجمل وكشف لنا عميقا من الحقيقة الحمزة بعلو رتبته في القيامة ورتبته في القيامة أعلى من رتبته في الدنيا بعلو رتبته في القيامة يغبط العباس ابن علي يغبط يتمنى أن تكون له منزلة كمنزلة العباس والتمني هو طلب المستحيل مستحيل أن تكون له منزلة كمنزلة العباس إذن أين سنضع العباس وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء جميع لو كان الإمام قال يغبطه بها الشهداء لدلت على كل الشهداء ولكن الإمام أراد أن يؤكد ذلك يغبطه بها جميع الشهداء هذه اللفظة الشهداء جمع تكسير يحلى بالألف واللام يدل ذلك على كل الشهداء ولكن الإمام السجاد لتأكيد المطلب جاء بكلمة جميع كي لا يخرج ولا يستثنى فرد من هذه المجموعة ومن هنا فإن الحمزة وإن الطيار جعفر يغبطاني قمر الحسين إنه العباس بن علي وكما قلت لكم يغبط يتمنى المنزلة والتمني طلب للمستحيل يغبط يتمنى من دون حسد ومن دون حب زوال النعمة عن الغير هذا الكلام لا يجري هنا في هذه الأجواء لكن المعنى اللغوية هو هذا لكلمة يغبط وإلا نحن نتحدث في أجواء الطهر وطهارة والفضيلة والعصمة لا معنى لهذه التفاصيل التي تذكر في اللغة هنا يغبط يتمنى منزلته والتمني هو طلب المستحيل يتمنى الحمزة أن تكون منزلة العباس له لكنه يعلم أن ذلك أمر مستحيل تلك منزلة خاصة بأب الفضل ولذا فإن جميع الشهداء سيغبطونه وبالمناسبة فإن هذا المصطلح الشهداء قد يطلق فيدخل فيه جميع المرسلين والأنبياء لأن المرسلين جميعا شهداء شهداء على الخلائق ولأن الأنبياء جميعا شهداء ولأن الصديقين جميعا شهداء فهذا عباس علي وهذا عباس حسين وهذا قمر الطفوف لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكنني أذهب إلى زيارته الشريفة وأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة العباس بن أمير المؤمنين هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا أجد وقتا كي أتحدث عن كل التفاصيل لكنني أرشدكم أذكركم ببرنامج لي عرض عبر هذه الشاشة عبر شاشة القمر عنوانه إطلالة على هالة القمر إنها هالة قمر الحسين إطلالة على هالة القمر هذا البرنامج يتكون من 23 حلقة بدأ عرضه في يوم الخميس 15 صفر 1440 للهجرة 2018 طوله 69 ساعة و 35 دقيقة و 55 ثانية هذا طول البرنامج 69 ساعة و 35 دقيقة و 55 ثانية متوفر على الشبكة العنكبوتية و إن سنحت فرصة أعدنا بثه عبر هذه الشاشة يمكنكم أن تعود إلى موقع قناة القمر الألكتروني وسائر المواقع الأخرى التي ترتبط بنا كي تطلعوا على هذا البرنامج الذي يحدثكم عن بعض من شؤون قمر بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى زيارته الشريفة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان جئتك يا بن أمير المؤمنين الخطاب مع أب الفضل جئتك يا بن أمير المؤمنين هذا خطاب مباشر للعباس صلوات الله عليه جئتك يا بن أمير المؤمنين وافدا إليكم إنني أفد على محمد وآل محمد ولكن عبر هذه البوابة الطاهرة ينقلب الخطاب من خطاب لشخصه إلى محمد وآل محمد جئتك يا بن أمير المؤمنين وافدا إليكم إلى محمد وآل محمد وإلا فإن التعظيم هنا لن يكون سليما إذا كان لشخص العباس حينما بدأ الخطاب جئتك بالإفراد وليس بالجمع لو كان الخطاب جئتكم لكان خطابا بالجمع إكراما وإجلالا للعباس صلوات الله عليه لكن القضية ليست كذلك هذه معارض الكلام هذا هو لحن الحديد جئتك يا بن أمير المؤمنين وافدا إليكم يا آل محمد وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة هذا هذا الخطاب ليس للعباس هذا الخطاب لمحمد وآل محمد عبر القمر عبر العباس عبر هذه المرآة الإلهية العلوية عبر هذه البوابة المحمدية الفاطمية وقلبي لمحمد لمحمد وآل محمد ولكن عبر وجههم هذا هو وجههم فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين إلى آخر الزيارة الشريفة قلت لكم قبل قليل عودوا إلى برنامج إطلالة على هالة القمر ستجدون الكثير من التفاصيل عن قمر الهاشميين قطعا لا يوجد برنامج يمكن أن يحيط بشؤون العباس نعم هو برنامج يحيط بشؤوني أنا التي أعرف بحدودها ما أعرف من الشأن العباسي تلك هي شؤوني وما هي شؤون العباسي إن كان الكلام بلسان الحقيقة بلسان المجاز يمكنني أن أقول من أن البرنامج يتناول شؤون العباس في الحقيقة هي شؤوني هي شؤون عقلي وإدراكي وفهمي وذوقي وغاية الإدراك يا آل محمد يا آل علي يا آل فاطمة وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري لست أدري نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والعبصار الإمام البدر المنير وسراج الزاهة والنور الصابة والنجم الهادي في غياهب الدجا وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار الإمام الماء العذب على الضمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيء والسماء الضليل والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآة الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب العبائر التي قرأتها عليكم قبل قليل من زيارة أب الفضل صلوات الله عليه إذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل إنها المضامين التي ترتبط بالأربعة عشر الكلمات هي هي نخاطبهم ويخاطبهم زائرهم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم إلى أن تقول الزيارة الشريفة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة الجامعة الكبيرة وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدّة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردّكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم المضامين هي هي الخطاب الذي نردده في الزيارة الجامعة الكبيرة نخاطب الأربعة عشر المضامين هي هي في زيارة العباس الجامعة الكبيرة فاضت بها شفاه إمامنا الهادي وزيارة العباس تلك فاضت بها شفاه إمامنا الصادق إنها العيون النورية الصافية إنها منابع المعرفة ومناهل الحكمة إنهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا سأقول عن العباسي والحسين الذي هو الحسين يخاطبه بنفسي أنت فماذا أقول عن العباسي بعد هذا قد تسألونني إلى أين تريد أن تصل فعنوان المقدمة الثالثة من هنا نبدأ من نقطة نعرف عندها قدر أنفسنا لكن الحديث كان عن الحمزة ثم انتقل الحديث إلى العباسي إلى القمر فإلى أين تريد أن تصل أصبروا علي قليلا وستعرفون الحقيقة سنصل معا إلى النقطة التي جعلتها عنوانا لهذه المقدمة لكنني لا أدري هل سأكمل الحديث في هذه الحلقة أم أنني سأحتاج إلى حلقة قادمة إلى حلقة يوم غد وقت يجري سريعا سأختصر بقدر ما أستطيع سألملم أطراف كلامي حمزة الشاهد للأنبياء يتمنى منزلة العباس يوم القيامة وهو عالم بأن الأمر مستحيل يغبطه يتمنى منزلته والتمني طلب المستحيل أولا أين سنضع الحمزة الجواب لا ندري والسؤال الأصعب من السؤال المتقدم إذا كان الحمزة يغبط العباس يوم القيامة أين سنضع العباس الجواب سيكون سيكون مستحيلا هنا مثلما ما يتمنه الحمزة من منزلة العباس مثلما هو أمر مستحيل فجوابي هنا أمر مستحيل لكننا إذا ذهبنا إلى زيارة عاشوراء هذا النص الرباني المقدس هذا هو نص زيارة عاشوراء بين يدي الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان وأنا أتعمد آتي بمفاتيح الجنان لأنه كتاب متوفر في بيوتكم هذه زيارة عاشوراء هذا النص الحسيني الملكوتي المقدس هل للعباس من ذكر فيه ليس ليس للعباسي من ذكر فيه عجيب هذا هذا نص خاص بالحسين فقط ليس للعباسي من ذكر على وجه الخصوص هنا جاء جاء مذكورا في العنوان الإجمالي أصحاب الحسين العباسي ليس له من ذكر في زيارة عاشوراء هذه الزيارة التي يوصي الأئمة باستحباب قراءتها في كل يوم في كل زمان في كل مكان لا تشتمل على ذكر العباسي ولا على ذكر غيره ما هي الأسماء التي وردت في هذا النص الأسماء التي وردت الأئمة أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين مثل ما جاء في هذا المقطع على سبيل المثال من الزيارة الشريفة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك إلى بقية ما جاء في الزيارة الشريفة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله ولم يذكر اسم النبي هنا وإنما ذكر وصفه وإلى أمير المؤمنين ولم يذكر اسم علي هنا وإنما ذكر وصفه وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك فهذا ذكر لله وللأئمة أصحاب الكساء أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة مع الحسنين وهناك وهناك مجموعة أسماء أعداء الله وأنتم تعرفون ذلك ولا حاجة لذكر أسمائهم ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم جاء وَجَاء ذكر لعلي بن الحسين إنه السجاد صلوات الله وسلامه عليه السجاد الذي هو هو الحسين لعنوا بتجل من التجليات أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد صلوات الله عليه علي بن الحسين هنا هو السجاد هو نفس الحسين ما هو بعلي الذي نطلق عليه وصف الأكبر في ثقافتنا الشيعية علي بن الحسين هذا هو السجاد بقرينة واضحة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين أولاد الحسين ذكروا هنا لا لخصوصية لهم وإنما لأجل أن نعرف أن علي بن الحسين هذا هو السجاد فحينما جاء السلام على أولاد الحسين نحن عرفنا أن علي ابن الحسين هذا هو السجاد أولاد هي شاملة للذكور والإناث ما قالت الزيارة وعلى أبناء الحسين كي تكون خاصة بالذكور منهم أولاد الحسين هنا علي الذي نعرفه بالأكبر وبالمناسبة لم يرد هذا الوصف في رواية من الروايات عن آل محمد ولم يرد هذا الوصف في زيارة من زياراته أبدا وإنما ورد وصفه بالكبير هذا يعني هناك الأكبر وهو السجاد إذا ما ذهبنا إلى زيارة الناحية الزيارة التي الزيارة التي إذا ما ذهبنا إلى زيارة الناحية المقدسة الزيارة التي وردتنا عن إمام زماننا كي نزور بها سيد الشهداء هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة ونحن نسلم على الحسين وأولاده السلام على القتيل المظلوم السلام على أخيه المسموم إنه إمامنا الحسن السلام على علي الكبير السلام على الرضيع الصغير فلم يأتي وصفه بأنه الأكبر الذي قتل في المعركة هو علي الكبير نعم هو الأكبر بين الذين قتلوا من ولد الحسين الزيارة تسلم على أولاد الحسين من هم أولاد الحسين الأولاد تشتمل على الذكور والإناث نحن إذا رجعنا إلى قرآننا في سورة النساء في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الحديث هنا عن الذكور والإناث فجاء التعبير بالأولاد يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالحديث هنا عن الذكور والإناث إنهم الأولاد فمصطلح الأولاد يجمع ما بين الذكور والإناث بخلاف مصطلح الأبناء مثلا إذا ذهبنا إلى سورة أصافات في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ما كان يقوله أهل الجاهلية فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ما كانوا يقولون ما يقولون بشأن الملائكة حين يصفون الملائكة بالإناث ومن أن الملائكة بنات الله أو ما كانوا يتحدثون به حينما يرزقون بالذكور أو بالإناث الثقافة الجاهلية لا وقت لكي أفصل الكلام فيها لكن الآية واضحة فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون فالبنون فالبنون تطلق على الذكور وكذلك آتيكم بمثال آخر من سورة الزخرف إنها الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبني أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبني يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وحتى في آية المباهلة وأبناءنا وأبناءكم فلم يكن حاضرا إلا الحسن والحسين ليس هناك من إناث أما فاطمة فجاءت ونساءنا ونساءكم فحينما نقرأ في زيارة عاشورة وعلى أولاد الحسين إنها تشمل الذكور والإناث علي الذي نعرفه بالأكبر والذي يخاطبه إمام زماننا في زيارة الشهداء التي وردت عن الناحية المقدسة وأنا أقرأ عليكم من نفس الجزء إنه الثامن والتسعون من البحار صفحة ميتين وتسعة وستين الزيارة التي ينقلها المجلس عن إقبال الأعمال لإبن طاوس الإمام الحجة يخاطب عليا ابن الحسين الذي استشهد في الطفوف الذي كان شبيها لرسول الله في الخلق وفي الخلق وفي المنطق صلوات الله عليه خطبه بهذا الخطاب السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل صلى الله عليك وعلى أبيك وعلى أبيك الحسين لم يشر إمامنا الحجة في زيارة علي الذي نعرفه بالأكبر من أنه الأكبر وإنما وصفه في زيارة الحسيني التي تعرف بزيارة الناحية السلام على علي الكبير السلام على الرضيع الصغير من هم أولاد الحسين من هم أولاد الحسين؟ أولاد الحسين علي الكبير والرضيع الصغير واسمه علي أيضاً لو ولد للحسيني كما يقول السجاد لو ولد له ألف ولد لسماهم كلهم علية ولكن لهم ألقاب ولهم كنا مختلفة عبد الله الرضيع هذا لقب له هو علي أيضاً فعلي الذي نعرفه بعلي الأكبر في الثقافة الشيعية داخل في عنوان أولاد الحسين وكذلك عبد الله الرضيع ورضيع ثاني ولد في يوم عاشرة كتب المقاتل القديمة تحدثنا عن ذلك عبد الله الرضيع الذي دائماً نتحدث عنه في المجالس الحسينية عمره ستة أشهر ولد في العاشر من شهر رجب في السنة الستين للهجرة في العاشر من شهر رجب فكملت أشهره الستة في العاشر من شهر محرم هذا عبد الله الرضيع الذي يذكر دائماً وهناك رضيع ولد في كربلاء في يوم عاشرة وحينما جاءوا به إلى الحسين جاءت به العقيلة زينب كي يؤذن ويقيم في أذنيه كي يجري عليه السنان جلس بباب الخيمة ووضعه في حجره ذبحوه في حجره حينما كان الإمام جالساً على الأرض كتب المقاتل القديمة حدثتنا عن ذلك أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل رقية بنت الحسين قضت في الشام بسبب آلام عاشراء وما جرى عليها في طريق السبي ودفنت في الشام هي من أولاد الحسين الأولاد مصطلح يدخل فيه الذكور والإناث وهناك طفلة للحسيني يعرفها شيعة لبنان خولة بنت الحسين لم نجد لها ذكراً في الكتب القديمة شيعة لبنان عندهم من القرائن يقولون من أنها توفيت حينما وصل السبي إلى مدينة بعلبك ولها مزار معروف إذا صح هذا الكلام فخولة من أولاد الحسين وهناك المحسن صقت أحد زوجات الحسين قرب حلب بسبب ما جرى عليها كانت حاملاً فأسقطت فدفنه الإمام السجاد وسماه محسناً وله مزار في أطراف حلب إلى يومنا هذا هذا المزار بناه سيف الدولة الحمداني ولذلك قصة مفصلة فهناك علي الكبير وهناك عبد الله الرضيع في زيارة الناحية جاء السلام على علي الكبير وعلى الرضيع الصغير وهناك الوليد الذي ولد في يوم عاشراء والذي قتل في حجر الحسين ورماه حرملة أيضاً ألا لعنة الله على حرملة وإمامنا الصادق يحدثنا عن أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضروا من جيش يزيد أضروا من حرملة على الحسين بن علي وأصحابه إنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا هكذا يقول الصادق والرواية في سيد تفسير آل علي في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه على إمامنا العسكري وعلى علي وآل علي فعلي الكبير والرضيع الصغير والوليد القتيل ورقية وخولته إن صدقت الأخبار والمحسن المحسن بن الحسين إنه شهيد حلب وهناك أسماء أخرى لكن هذا هو الذي نعرفه واضحا في كتب التأريخ والمقاتل هؤلاء هم أولاد الحسين جاء ذكرهم لا لخصوصية لهم بخصوص زيارة عاشراء لو كان الحديث عن الخصوصية لذكر العباس صلوات الله عليه إن إنما ذكرون قرينة مفتاحا مفكا كي نعرف أن علي بن الحسين الذي ذكر هو السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي قال حين قالوا له إنك تقتل نفسك يا ابن رسول الله بكاءا وحزنا وجزعا فماذا قال قال نفسي قتلتها وعليها أبكي نفسي قتلتها الذي قتل في الطفوف أنا الذي قتلت في الطفوف نفسي قتلتها وعليها أبكي فعلي ابن الحسين هذا هو الحسين نفسه هذه الزيارة زيارة عاشوراء زيارة خاصة بحسين لماذا؟ فإن المصاب ليس بالعباسي ولا بعلي الأكبر الذي نعرفه بهذا الوصف ولا بالقاسم ابن الحسين كلهم كلهم وكل كلهم كلهم وكل كلهم فداء لحسين صلوات الله وسلامه عليه بل فداء لأصغر شأن من شؤون حسين صلوات الله وسلامه عليه العقيلة لم تذكر بينما رقية التي هي من أولاد الحسين ذكرت لذا قلت لكم من أن ذكر أولاد الحسين ما هو لخصوصية فيهم لبيان أن علي ابن الحسين هو السجاد صلوات الله وسلامه عليه فلم يذكر العباس ولم تذكر العقيلة لماذا؟ لأننا نتحدث عن حسين نتحدث عن إمام زمانهم فأين سيكونون؟ ستتلاشى منازلهم عند إمام زمانهم هذا هو الحسين هذا هو الذي أردت أن أوصلكم إليه فأين سنكون نحن عند إمام زماننا لابد أن نصل إلى هذه النقطة كي نتحرك منها باتجاه معرفة إمام زماننا ليس هناك من ذكر للعباسي في زيارة عاشوراء وهو قطب عاشوراء وهو العسكر الحسيني بكل صولته العلوية في عاشوراء ولكن لا ذكر للعباسي ولا ذكر لغيره وأولاد الحسيني ذكروا لا لخصوصية فيهم فكل الخصوصيات تتلاشى عند فناء الحسين لكن السجادة هو الحسين الأربعة عشر شيء وغيرهم شيء آخر فهمتم أو لا لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك وبينها إمام زماننا هو الذي يعرفنا بمنزلة الأربعة عشر لا فرق بينك وبينها يا إلهي إلا أنهم عبادك وخلقك نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفة إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخة فيطلب لنفسه دليلة وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلة عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله أعداء الحسيني أعداء محمد وآل محمد ذكرت أسماؤهم وذكرت أسماء أسرهم وأسماء أمهاتهم لماذا؟ لأن الأمر واضح بالنسبة لهؤلاء فهؤلاء ذكروا أم لم يذكروا لن يؤثر على مضمون الزيارة الشريفة وإنما ذكروا لأجل بيان الحقيقة الواضحة ولأجل تشخيص البراءة من هذه الكائنات النجسة المجرمة لكن حينما تذكروا أسماء الأولياء سيكونون شركاء للحسين والحسين لا شريك له هنا في زيارة عاشراء الحسين لا شريك له الإمام المعصوم لا شريك له ذكر السجاد لأن السجاد هو الحسين الحسين محمد والسجاد محمد والحسين علي والسجاد علي أولهم محمد أولهم علي محمد هو الذي يقول أنا علي وعلي أنا وعلي هو الذي يقول أنا محمد ومحمد أنا فالسجاد حينما ذكر لأن السجاد هو الحسين صلوات الله عليهما أما غير السجاد من الأولياء فلا محل لذكره هنا يتلاشى الجميع لأن العباس من شيعة الحسيني ولأن العقيلة من شيعة الحسيني كل في مرتبته العالية المقدسة ولكنهم شيعة للحسيني صلوات الله وسلامه عليه فلم يرد ذكر للعباس ولا للعقيلة أين تتسامى زيارة عاشراء في السجدة في آخرها وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين هذا شيء وأصحاب الحسين هذا شيء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين فهم لا شيء بالقياس إلى الحسين الحسين شيء وغيره شيء وهذا الأمر يجري على الأئمة جميعاً ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم ما عند العباس فهو من الحسيني وما قدمه العباس للحسيني هو أجمل ما يمكن أن يكون لكنه دون الحسين فالعباس فالعباس يقدم من حيث هو والحسين هو هو كل جمال وكل فضل عند العباس فأصله وما رده إلى حسين وكذا الحديث عن العقيلة إذا أردنا أن ننظر إليها وإلى أمها فاطمة فهي كذلك هي من شيعة فاطمة فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها 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 من النار فزينب من ذريتها ومن شيعتها فكل فضلها هو هو من فاطمة فاطمة شيء وزينب الكبرى شيء إذا أردنا أن نتحدث عن الأربعة عشر أولئك شيء أما غيرهم فهم فهم شيء آخر مهما علت منازلهم ومراتبهم الأربعة عشر هؤلاء هم الأسماء الحسنى وغيرهم أنا وأنتم إلى أعلى مراتب الأولياء الجميع من مظاهر الأسماء الحسنى فارق كبير فارق كبير فارق كبير جدا الحسين الحسين شيء والبقية لا شيء وإن كان للبقية من شيء فهو من الحسين من شيئية الحسين الحسين شيء وهو أصل الشيئية كجده كجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه الحسين شيء وهو أصل الشيئية وغيره لا شيء غيره صفر وإن كان له شيئية فأصل شيئيته من الحسين العباس هو الذي صرح بها أمام العدو والصديق ولازال الدهر يرددها يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنتي أو تكوني العباس هنا في أعلى مراتب تجليه هو لا ينشد شعرا كما ينشد الآخرون نحن نتحدث عن العباس الذي قبل قليل قرأنا في زيارته جئتك يا ابن أمير المؤمنين مباشرة وافدا إليكم جئت متوجها إليكم إلى محمد وآل محمد هذا العباس الذي نتحدث عنه نحن لا نتحدث هنا عن شاعر عن سجاع عن خطيب ومتى في أحرج موقف في يوم عاشراء يا نفس من بعد الحسين هوني هوني من الهواني لا قيمة لك مطلقا فإنك تساوين صفرا يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت في الماضي أو تكوني في الحاضر والمستقبل أو تكوني فعل مضارع والفعل المضارع يشير إلى الحاضر وإلى المستقبل الذي يكون مستمرا ومتصلا مع الحاضر هذه بلاغة الأدب العربي هكذا تعلمناها يا نفس من بعد الحسين هوني إنها اللاشيئية التي حدثتكم عنها هوني من بعد الحسين لأن الشيئية عند الحسين فقط ومن دون الحسين فلا شيء وبعده لا كنتي أو تكوني العباس عند الحسين يساوي صفر وما ناله من المراتب إلى أن قال له بنفسي أنت فكل ذلك عائد للحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو معنى وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم لا قيمة له دون الحسين عليه الصلاة القيمة هنا هنا عند الحسين الرواية في الكاف الشريف في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 201 باب أنه لو لم يبقى في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة الحديث الأول بسنده عن محمد بن سنان عن ابن الطيار قال سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لو لم يبقى في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة لأن الثاني الذي ليس بحجة لا يستطيع أن يتواصل مع الله وبالتالي لن يكون جزءا من برنامج خلافة الإنسان على الأرض والله خلق الإنسان وفقا لهذا البرنامج صفحة 202 الحديث الثالث بسنده عن كرام قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام على وجه الأرض لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام وقال إمامنا الصادق إن آخر من يموت الإمام لألا يحتج أحد على الله عز وجل أنه تركه بغير حجة لله عليه الحديث الخامس عن يونس بن يعقوب عن الصادق صلوات الله عليه لو لم يكن في الأرض إلا اثنان لكان الإمام أحدهما إذا أردنا أن نطبق هذا المعنى على الحسين والعباس لو لم يبقى في الأرض إلا الحسين والعباس من الذي يحتاج من؟ فهل الحسين يحتاج العباس أم أن العباس يحتاج الحسين الحسين لا يحتاج العباس لأنه هو وجه الله أما العباس يحتاج الحسين فهو لا يستطيع أن يتواصل مع الله إلا عبر وجهه وهذا هو وجهه تلاحظون؟ عمق هذه المعاني أدركتم الآن وإن كان الحديث مكتمل يبدو أنني بحاجة إلى حلقة يوم غد هناك الكثير من المطالب المهمة إذا طبقنا هذا المضمون على سبيل الإفتراض لم يبقى إلا الحسين والعباس تذكروا اللحظة الأخيرة وإن كان الحديث ليس في سياق الأحداث التاريخية التي وقعت لكن ما بقي إلا الحسين وإلا العباس لو أن الأرض ما فيها إلا الحسين والعباس الحسين لا يحتاج العباس لماذا؟ أنا لا أتحدث عن معركة وعن قتال أنا أتحدث عن العلاقة بالله سبحانه وتعالى أتحدث عن شيء أعمق الحسين هو وجه الله أما العباس فهو بحاجة إلى الحسين إلى الحسين لأنه حينما يتوجه إلى الله يتوجه إلى الحسين وحينما بلغ العباس الذروة في هذا صار وجها لمحمد وآل محمد ومن هنا جاء الخطاب في زيارته الشريفة مفردا له مباشرة انتقلنا نخاطب محمدا وآل محمد لأنه وجهه الحكاية عميقة عميقة جدا بالله عليكم إذا كان الحمزة يغبط العباس على منزلته ويرى ذلك أمرا مستحيلا بالنسبة له وإذا كان العباس يساوي صفرا عند الحسيني يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنتي أو تكوني إذا كان العباس يساوي صفرا إذا أين أضع نفسي وأين تضعون أنفسكم في فناء الحجة بن الحسن من هنا نبدأ حركتنا في معرفة إمام زماننا لكن للحديث صلة ترجمة نانسي قنقر